هل السيدات الحوامل والمرضعات ينفعوا يعملوا رجيم ولا لا؟ وإيه نوعية الأكل اللي مفروض يكلوا أثناء فترة الحمل وأثناء فترة الرضاعة؟ وإيه المسموح وإيه الممنوع سواء في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة؟ فنركز مع بعض كويس جداً في الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة لو تعرفوا أي سيدة حامل أو أي سيدة بتردع شيروا لها الحلقة ديه مباشرةً لأن من أهم الحاجات اللي بتأثر على صحة البيبي من هو في بطن الأم التغذية والعادات الغذائية بتاعتها قبل ما نبتدي في حلقتنا النهاردة وندخل فيها أحب أفكركم بقناة التانية قناة قوة المعرفة لو لسه ما اشتركتوش تعالوا شرفوني هناك الشعار بتاعنا هناك من كل بستان ظهرة بنقدم معلومات مختلفة ومتنوعة في كل المجالات وبإذن الله القناة دي هتعجبكم جداً لأنها قناة متنوعة فيه فيديوهات حتى هناك أنا بقدمها بنفسي وفيه فيديوهات بستضيف ناس معايا على القناة الناس دول بيكونوا أصحاب علم وأصحاب تخصص في نقطة معينة علشان نقدر نقدم أكبر كيمة ممكنة للناس اللي بتتفرج علينا وبالتبعنا يبتدي حلقتنا النهاردة بالسيدات الحوامل عندنا نوعين من السيدات فيه سيدات أصلاً بتخاف من أي زيادة في الوزن فبالتالي بتقلل كميات أكلها جداً على مدار فترة الحمل وده طبعاً بيأثر على صحتها وعلى صحة البيبي وعلى عناصر غذائية اللي مفروض تدخلها أثناء فترة الحمل وفيه سيدات بقى العكس تماماً بتاكل لتنين تطبيقاً للمقولة الشهيرة اللي إحنا دايماً بنسمحها يا حبيبتي أنت حامل كل ليكي وللبيبي فبتبتدي تأكل الأخضر واليابس وده طبعاً يعمل لها زيادة وزن جبيرة جداً هيكون صعبة عليها أنها تتخلص منها من بعد مرحلة الحمل لما تدخل في مرحلة الرضاع أنت كسيدة حامل لازم تكون متوقع أن فيه زيادة طبيعية هتحصل أثناء فترة الحمل غصباً عنه وخصوصاً في الثلاث شهور الأخرانيين مع زيادة حجم الرحم والسوائل اللي بتكون موجودة جوه كل ده بيبتدي ينزل تدريجية من بعد فترة الحمل ولكن اللي بنخاف منه هو أن احنا نخزن دهون كتير جداً أو الوزن يزيد زيادة عن المطلوب أثناء فترة الحمل لأن ده هيأثر على الحمل بتاعي وهيأثر علي من بعد كمان انتهاء مرحلة الحمل الحمل طبعاً تسع شهور متأسم على ثلاث مراحل كل مرحلة ثلاث شهور عندك أول ثلاث شهور في الحمل أنت مش محتاجة أبداً تزاودي أي حاجة في الأكل بتاعك بتاكل الأكل المعتاد بتاعك اللي هو مفروض هنقول عليه بعد شوية في الحلقة النقطة التانية أو المرحلة التانية اللي هو شهر الرابع والخامس والسادس اللي هي المرحلة الوسطى من الحمل محتاجة بس تزاودي في حدود من 250 ل300 سعر حراري وبرضو طبعاً نوعية السعرات الحرارية أو نوعية الأكل اللي أنا هاكله دي هنزكرها بعد شوية بالتفصيل في الحلقة الأخيرة بقى من الحمل اللي هي آخر ثلاث شهور في الحمل بنكون محتاجين نزود فقط 500 سعر حراري فلو لاحظنا أول مرحلة أو أول ثلاث شهور مش بنزود حاجة المرحلة اللي بعدها بنزود 250 سعر المرحلة التالتة والأخيرة بنزود بس 500 سعر حراري والمقولة اللي أنت كنت بتسمعيها أنت بتاكل الاثنين دي من أكبر الحاجات الغلط في حياتنا ودي فعلاً اللي بتأثر بشكل كبير جداً على التغذية بتاعة السيدة الحامل وعلى وزنها أثناء فترة الحمل السيدة الحامل ممنوعة عليك أصلاً أنك تعملي كلمة ضايد بالمعنى الحرفي يعني ما تقلليش سعراتك قوي ما تمشيش على ضايد قاسي جداً أثناء فترة الحمل بتاعك ولكن اللي هتعمليه أنك هتهتم بنوعية التغذية ونوعية الأكل اللي أنت بتكليه طول فترة الحمل هي دي النقطة بس اللي أنت هتركز عليها هتاكل كميات أكل معقولة اللي أنت بتكليها ومفروض في المعتادة علشان تثبتي وزنك وأني يجي في المرحلة الأخيرة من الحمل هنزود كميات الأكل دي في حدودكم صمت سعر حراري ولكن هنأكل إيه هو ده اللي هنتعلمه مع بعض النهاردة وهو ده اللي هيأثر على صحتك مفروض التغذية بتاع السيدة اللي نوية تكون حامل بتتم من قبل الزواج كمان وبتتم من قبل حدوث الحمل كمان وبنحافظ عليها أثناء حدوث الحمل ليه كله ده بنقول السيدة لما تكون تغذيتها كويسة لما بيكون وزنها مظبوط بتتجنب مشاكل صحية خطيرة جدا هي في غنعنا صحة البيب اللي بييجي في المستقبل بتتأثر من تغذية الأم حتى من قبل حدوث الحمل السيدات اللي معرضين للإجهاض بشكل كبير جدا الوزن الزائد بيكون عامل مهم جدا في الموضوع ده مرض السكر اللي بيصيب كتير جدا من السيدات أثناء فترة الحمل نتيجة وزنها الغلط ونتيجة العوامل الغذائية والأكل الغلط اللي هي بتاكله فعلشان كده بنقول الأهم إن إحنا نركز على نوعية الأكل اللي إحنا هنأكله أكلك في التسع شهور بتاع الحمل هما ليحددوا وزنك وشكلك في المستقبل الكلمة دي لازم تكون عندك هنا في دماغك ومركز عليها طول الوقت إنت لو أهملت في نفسك لو أهملت في الأكل بتاعك أثناء فترة الحمل هتكتسب وزن زائد كبير جدا هيتعبك وهيكون صعب عليك إنك تتخلص منه أثناء فترة الرضاع ندخل بقى في الأكل المسموح والممنوع أثناء فترة الحمل أول حاجة طبعا أنك تتجنب أكل المطاعم وأكل الشارع تماما ده في عبين خطيرين جدا العيب الأول طبعا سعرات حرارية مهولة جدا هيتسبب لك في زيادة وزن كبيرة والعيب التاني إنه فقير أو عديم في القيمة الغذائية أنت سيدة حامل وفي بيب في بطنك محتاج تغذية وإنت محتاجة تغذية سليمة فلازم تهتم بالفيتامينات والمعادن وإن أنا أدخل كل العناصر المطلوبة لجسمي علشان كده لازم أتجنب تماما الأكل بتاع الشارع أو بتاع المطاعم التاني حاجة الأكل المألي وده بننبه عليه لكل الناس برضو فقير في القيمة الغذائية عالي جدا في السعرات الحرية السكر طبعا بكل مشتقاته والحلويات والمعجنات والمخبوزات والعيش والدقيق والبيتزا والكروسون وكل الكلام ده ده ممنوع منعا بطن أثناء فترة الحمل والمقارونة طبعا بالمشتقات بتاعة الأمحة والديق كلها اللي كلنا عارفينها وبنتكلم عليها باستمرار المشروبات الغذية زي البيبسي والسيفن والكلام ده العصائر حتى العصائر الطبعية أنت لو هتاكلي هتاكلي فاكهة مش هتشربي عصير ودي نقطة مهمة جدا برضو لازم نركز عليه اللحوم المصنعة زي اللانشون وزي السجوء وزي المرتدلة وكل الكلام اللي بنحذر منه كتير جدا ده وبنركز عليه بالأكتر أثناء فترة الحمل بكل الحاجات اللي أنا قلتها دي عبارة عن سعرات عالية أو سعرات فارغة زي بي بنسميها سعرات في الفاضي بدون أي قيمة غذائية لازم طبعا أقلل من استهلاك القافيين بتاعي القهوة والشاي اللي أنا بشربهم والبيبسي والمشروبات الغذية كلها لأن في دراسات كتير أثبتت بين قطرة حدوث الإجهاد أو الإجهاد المتكرر والنسبة العالية أو الاستهلاك العالي من القافيين أثناء فترة الحمل وبخلاف كمان أن الاستهلاك العالي للشاي والقهوة والبيبسي والحاجات دي بيأثروا على امتصاص البيبي للحديد والكالسيا من جسمك الرياضة طبعا شئ أساسي وشئ مهم جدا لازم تحافظ عليها على أقل ماشي 30 دقيقة كل يوم ممكن تعمليه سباحة كمان لو في حمام سباحة أو في البحر كل الحاجات دي حاجات مهمة جدا وحاجات مفيدة وطبعا ترجع للدكتور بتاعك اللي بيتابعك نوعية الرياضة اللي تقدري تعمليها ولكن لازم تعملي الرياضة وتحافظ عليها الرياضة طبعا عامل مساعد ومهم جدا لتنشيط الدورة الدموية هيزبط لك الوزن بتاعك هيساعدك في تثبيت مستوى السكر بتاع الدم عرفنا بقى قيمة الممنوعات ندخل على الحاجات المسموحة واللي لازم تركزي عليها نوعية أكلك اللي انت هتكليها طول ما انت حامل أول حاجة النشويات منعنا النشويات الضرق وانا هنمنع الأمح والدقيق والسكر وكل الكلام ده طيب هنأكل النشويات ايه ايه مصدر الطاقة اللي هنأكله أثناء فترة الحمل عندك كل النشويات الطبعية عندك البطاطا عندك البطاطس تكلي الرز ولكن بكميات صغيرة بدون إفراط عندك البقليات عندك الفواكه تكلف حدود فاكتين في اليوم كل دي مصادر والشفان والشعير كل دي مصادر طبعية للنشويات الصحية وبخلاف طبعا نفاة نسبة ألياف عالية هتساعدك أكتر ان تشبعها لأطول فترة ممكنة نيجي بقى عند البروتين وده عنصر أساسي لا غنى عنه لأنه هو ده المسؤول عن عملية البناء في الجسم هو ده المسؤول عن نمو البيبي بتاعك فرحم الأم البروتين يعني ايه زي اللحمة زي الفراغ زي السمك زي كل الدواجن زي الأجبان زي البيض زي التونة ده اللي بنسميه البروتين الحيواني وعندك طبعا البروتين النباتي اللي هو موجود مثلا في البقليات ولكن التركيز كله يكون على البروتين الحيواني لأنه هو ده الغاني في العناصر الغذائية زي الحديد مثلا هو ده اللي جسمك بيستفيد به أكتر وتكلمنا كتير جدا في الموضوع ده فمن أهم الحاجات اللي لازم تركيز عليها وتكون دخلة في كل الوجبات بتاعتك هو عنصر البروتين الخضروات الخضروات بقى تكل منها كميات مفتوحة زي ما تحب كل أنواع الخضروات سواء الخضر اللي بتطبخ أو الخضر اللي بتعامل سلطة ما تفرمليش فيه كل فيه براحتك وكميات مفتوحة جدا مصدر مهم جدا لمضادات الأكسادة مصدر مهم للفيتامينات مصدر مهم للمعادن بيعطي شبع كمان لفترة طويلة جدا نيجي بقى على عنصر التالت من العناصر الغذائية الأساسية تكلمنا عن البروتين تكلمنا عن نشويات نتكلم بقى على الدهون ولكن الدهون الصحية مش أي دهون طبعا الزيوت زي الزيوت النباتية دي ممنوعة تماما زي زيت الضرة وزيت دوار الشمس الأكل المألي ممنوعة تماما السمن النباتي ممنوعة تماما ولكن الدهون الصحية موجودة فين مثلا زيت الزيتون الزيوت اللي هي الطبيعية كلها زي زيت جزر هند السمنة البلدي والزبدة اللي هي جاية من حليب الأبقار 100% مش داخل فيها أي زيوت نباتية عندنا البذور كلها مثلا زي بزر السمسم الأفوكاتو المقصرات كل الحاجات دي دي مصادر الدهون الصحية اللي احنا بنقول عليها بخلاف طبعا الدهون اللي بتكون موجودة مثلا بشكل طبيعي مع اللحوم أو مع الأسماك فايدة استهلاك الدهون الصحية إيه بقى أثناء فترة الحمل أول وأهم حاجة إنه مهمة جدا لامتصاص أربع فيتامينات مهمين جدا عندنا أربع فيتامينات محتاجين وسط دهني أو دهون علشان يدوب ويمتص فيهم فيتامين ألف فيتامين دال فيتامين ها فيتامين كافر أربع فيتامينات دول بيدوبوا في الدهون تاني حاجة من الدهون الصحية دي بتدخل في تركيب حاجة اسمه النواقل العصبية المسؤول عن المزاج يعني مزاج الأمة أثناء فترة الحمل الحاجات اللي بتتحكم في المود والمزاج بتاعها اللي بيجنبها الاكتئاب أثناء فترة الحمل تالت حاجة ونقطة برضو مهمة جدا مهمة جدا لتطوير مخ البيبي جوه الرحم بتاعك يعني تطوير مخ الجنين ووظائف الإدراكية والوظائف الحسية بتاعته ونمو المخ بتاعه محتاج الدهون الصحية دي الأسماك من الحاجات المهمة جدا أثناء فترة الحمل ولازم تركيزي عليها على أقل مرتين في الأسبوع فيها عناصر غذائية مهمة جدا سواء لك أنت أو للبيبي مهمة جدا لتطوير ونمو الجهاز العصب بتاع الجنين في رحم الأم ولكن في بعض الأسماك اللي يجب أن احنا نتجنبها تماما أثناء فترة الحمل عندنا مثلا التونة لو هنأكل منها هنأكل منها مرة واحدة في الأسبوع بس مش أكتر من كده عندنا بقى أسماك تاني زي سمك القرش وسمك المكاريل الكبير مش الصغير وسمك أبو سيف الأسماك دي بتكون نسبة الزئبك فيها عالية جدا دينا تجنبها تماما أثناء فترة الحمل لأن لو حصل زيادة أو تراكم لنسبة زئبك أكتر في الجسم أثناء فترة الحمل بيأثر على نمو الجهاز العصبي بتاع البيبي ننتقل بقى على السيدة المرضعة السيدة المرضعة ممكن تعمل ضيط أو تعمل رجيم بعكس السيدة الحامل لما احنا قلنا ما تعملش ضيط أو تعمل رجيم وبس تتنظم نوعية الأكل بتاعها لكن الحامل ممكن تعمل ضيط أو تعمل رجيم ولكن ما تقللش سعراتها قوي ما تروحش تمشيني مثلا على ألف سعر أو 1200 سعر لأن قول ردي الرضاعة الطبيعية بتساعدك إنك تحرق سعرات أكتر من غيرك في دراسات بتقول إن الرضاعة الطبيعية بتحرق من 300 إلى 500 سعر سواء الرقم ده مظبوط بالزبط أو يقل شوية أو يزيد شوية المهم إن الرضاعة الطبيعية بتساعدك في حرق سعرات أكتر بخلاف السيدة اللي مش بتردع رضاعة طبيعية وطبعا الرضاعة الطبيعية مهم جدا لصحة ونمو الطفل بتاعك وبنأكد وبنصر عليها والأكتر الحاجات اللي بتدي مناعة للطفل بتاعك في المستقبل يازم تركز وبشدة على نوعية الأكل بتاعك لو عايزة تحفظ على صحتك وتحفظ على وزنك لأ وتخسري وزني كمان أثناء فترة الرضاعة إزاي إن أنا أبعد تماما عن كل السكريات والحلويات اللي إحنا بنسمعه والكلام الفارغ ده كلنا بنسمع إن السكر هو اللي بيخلي الحليب بتاع الأم يزيد ودي معلومة غلط تماما المكون الأساسي للبن الأم هو المية هتشربه مية وسويل كتير وتهتم بالعناصر الغذائية اللي هنتكلم عليها بعد شوية هيبقى لبن الأم بتاعك ممتاز وهيجي بشكل كويس لا وهيجي كمان بجودة عالية وهو ده المهم يعني إيه جودة عالية؟ يعني فيه كل العناصر اللي الطفل محتاجها منك يبقى أول نقطة معانا إنك تهتم جدا بشرب المية وشرب السويل على مدار اليوم وخاصة قبل الرضاعة وبعد الرضاعة نقطة رقم اتنين شرب السويل اللي بتساعد في إضرار اللبن زي مثل الحلبة والشمر والبابونج والكراويت نقطة رقم ثلاثة تهتم بالعناصر الغذائية اللي دخل جسمك نفس الكلام بالضبط اللي أنا لسه قايله في الحلقة دلوقتي طبعا مش هعيد وأقوله تاني للسيدة الحامل هتطبقيه بالضبط عندك هتبنعي كل الحاجات اللي أنا قلتها وتركزي على الحاجات المسموحة والعناصر الغذائية اللي لازم تدخليها لجسمك زي الأسماك زي البروتين زي الخضروات زي الدهون الصحية كل الكلام ده لازم هتهتم بيه جدا وتبعيد عن أكل الشارع وتبعيد عن الأكل المقلي وتبعيد عن الأكل المصنع لأن كل الحاجات دي فقيرة أو عديمة في القيمة الغذائية أنت مش محتاجها ترقم أربعة طبعا أنت هتكوني محتاجة طاقة زي ما الناس بتقول ومحتاجة حاجة الديكباور زي ما الناس بتقول كل الكلام ده صح ولكن أجيب الطاقة دي منين من النشوات أو السكريات الطبعية أكل فاكهة مثلا مرتين في اليوم أكل ثلاث طمرات في اليوم الطمر مفيد جدا هيساعدك أنك نجنبك الإمساك في ألياف عالية جدا في فيتامينات في معادن في فوائد لا تعد ولا تحصى من الحاجات الممتازة جدا بالنسبالك وسكر طبيعي أثناء فترة الحمل بتاعك أو أثناء فترة الرضاع وعندك كمان الحبوب الكاملة زي الشفان زي البوكوليات كل الحاجات دي فهي نسبة ألياف عالية جدا وشوية فيتامينات ومعادن حلوين جدا ويساعدوك على الشبع والالتزام أكتر في الضيط بتاعك تهتم طبعا بالأكل اللي فيه كالسام والكالسام بالمناسبة مش موجود بس في اللبن أو الحليب والأجبان موجود في حاجات كتيرة جدا في حياتنا فلو أنت أساسا مش بتحب اللبن ما تصيبيش نفسك أنك تشرب لبن مش شرط كل يوم تشرب كوبايتين لبن أو تكل كليل وجبنة في حاجات كتيرة تانية فيها كالسام عندنا على سبيل المثال الخضرات الورائية كلها زي السبانق والملخية والبامية والأرنبيت والكرومب والبروكليم وعندنا كمان البقليات زي اللوبيا والفاصوليا والحمص والعطس عندنا المكسرات وخصوصا اللوز هو أعلى واحد فيهم في نسبة الكالسام عندنا المشمش والتين المجفف ولكن طبعا الفواقه المجففة هناخد منها واحد أو اتنين بس بدون إصراف لأن فيها نسبة سكر عالية عندنا البزور كمان زي بزور السمسم أو دوار الشمس أنت لو أخدت بس معلقتين سمسم كل يوم هيدوك احتياجك اللي أنت عايزها مثلا من إيه من الكالسام وعندنا السلامون ويستر دي فيتامين دال لازم تركز عليه وبشدة لو مش بتتعرض للشمس زي ما السيدات كان بتعمل زمان كان بتاخد ابنها كده وتقعدوا في الشمس كل يوم أنت وابنك لازم تاخدوا فيتامين دال وعندكم قيمة التشغيل دي هسيبها لكم برضو تحت في صندوق الوصف فيها كل الحلقات بتاعت فيتامين دال وفيها الجرعات في الكبار والجرعات في الأطفال وإيه أفضل وقت نتعرض فيه لأشعة الشمس وإيه الجرعات المزبوطة بتاع فيتامين دال هتلاقوا كل الكلام دي في الحلقات دي اللي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف بإذن الله تعالى أنت وابنك لازم فيتامين دال الرياضة طبعا شيء أساسي ومهم جدا هيكون صعب عليك في الأول أن تنزلي أو تروح جيم ولسه أثناء فترة الرضاعة ونمك متلقبة والحياة مش متزبطة اعملي في البيت شوف اليوتيوب شوف الفيديوهات اللي على اليوتيوب اعملي أي نشاط رياضي في البيت حتى لو نص ساعة كل يوم وكده أنا خلصت الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة أتمنى إن شاء الله تكون المعلومات عجبتكم حاولوا بس أشياروها واصلوها لأكبر عدد من الناس ناستودعكم الله والسلام عليكم ونهتم الله وبركاته